طب جيمي لو قلنا المغرب وصلت نفس في نهاية كاس العالم ده مكسب عظيم مكسب بمليار بمليار دولار مثلا فلوس كتير او يا او بكتير مش بتكلم على الفلوس يعني لا اقمتوا قمتوا لدي تصالفلوس اكتر يعني طبعا ايه مكسب المغرب التاني بالوصول للنفس في نهاية كاس العالم رقم واحد رقم واحد قبل ما نتكلم على المداخل وإيه الفلوس وإنه كل هؤلاء اللاعبين خاصة اللاعبين اللي بينشطه في أوروبا ومعظم اللايناب الأساسي كلهم عندهم عروض كلهم عندهم وكل اللاعب يقفل تماما لحد بعد المنديال منهم على سبيل المثال وليس الحصر سوفيان مرابط سوفيان مرابط بين ليفر بول وأي نادي آخر لكن ليفر بول حطه تارجيت اونيان معنا كبير مشجيع ليفر بول اه لا ده بيقولك انه هو فيه اتفاق أصلا بين سوفيان مرابط انه هم مكلموا الايجين بتاعه انه هو فيه اتفاق يعني اتفاق على الفلوس واللي هو هياخدها نايس بس الاتفاق مع فورنتينا والكلام انه 30 مليون والصفقة ممكن تخلص معرفش بقى بعد الأداء الأسطوري ده هيخلص ب30 مليون وليا بقى اه 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 اونيحي مسلا بالمناسبة برضو اللي عامل أداء هايل اونيحي في أونجي رغم انه هو بيلعب في المتزيل الترتيب بس انت عارف انه اونيحي عامل اكتر ترقيصات في الدوري الفرنسي بعد ميسي عامل مراغات بعد ميسي بعد ميسي فانت بتتكلم على لاعب وهو بيلعب في أونجي اللي هو الفريق المتزيل وليه مركز تمانية مش جيل شبط كده فانت بتتكلم على ان الراجل ده اكيد اكيد لويس انريكي نفسه طلع يتكلم عليه قالك يا جماعة اللايب رقم تمانية ده جيبته منين طلع منين فانوس تتكلم على لويس انريكي يبنهو لك من الفانوس اه 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 ادعاكنا الفانوس فاول المكاسب طبعا مليون في المية ان كل هؤلاء اللاعبين هيطلعوا على الاقل ستيب فورورد ان هما يطلعوا يلعبوا في اندية في الكلاس اي في اوروبا ده رقم واحد